دشتنا وكين محافظة حضر موت المساعدة لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي الحملة الطبية التطوعية لجراحة المسارك البولية للأطفال بهيئة مستشفى سيون العام بدعم من مركز الملك سلمان للغاثة العمال الإلسانية وتعرف التميمي ومعه مدير مكتب الصحة بالوادي الدكتور هاني العمودي على خدمات الطبية التي ستقدمها الحملة التي تستمر خمسة أيام وتهدف إلى إجراء 69 عملية جراحية لإصلاح التشوهات الخلقية في الجهاز البولي والتنسل للأطفال وثمن الوكيل مساعد جهود ودعم مركز الملك سلمان للغاثة ومساهماته في توفير الاحتياجات الصحية والتنموية والخدمية وعلى صعيد متصل اطلع الوكيل التميمي على سير العمل الجاري في مشروع بناء المركزين الوطنيين لمختبرات الصحة العامة ونقل الدم وأبحاثه الممول من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط